مصرية دي المصرية كل نادي بيشوف الافضل ليه والفتر التوقف دي هو يعني عاد حساباته من خلال ايه الاخطاء اللي ممكن كانت موجودة في الفتر اللي فاتت محتاج ايه لعيب عاملين ازاي شكل الاضارة هتكون عاملة ازاي حقيقة الابرز في الوقت الحالي هو كان نادي الزمالك النهاردة المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الخاصة بنادي الزمالك حقيقة شيء جميل انا بقول لكم كنادي الزمالك هو اكتر الاندية حصولا على خدمات لعبين من مختلف الاندية الاخرى الحقيقة بداية بقى احنا بنتكلم عبدالله السعيد ناصر مير احمد حمدي زياد كمال محمد شحاتة ياسر حمد محمد عاطف متيبة لعب الاغندي ياسف فاروق جعفر وعودته مرة اخرى ومهاب ياسر دول الابرز بالنسبة ليه صفقات نادي الزمالك والنهاردة كانت تقديم ليهم من خلال المؤتمر الصحفي هناك كلمات حقيقة من كابتة حسين لبيب رئيس النادي بيأكد فيها على دعم الجماهير وكمان هبنتكلم على شيء مهم جدا وده يعني برضو تتحس بالحقيقة لمجلس دارة كابتة حسين لبيب مجلس دارة نادي الزمالك ان الامور اتخدت بهدوء حل المشاكل اتاخد بهدوء بمعنى ايه انا كان عندي خطة انتخابية او برنامج انتخابي نفسته حقيقة ما نجي نبص واحدة واحدة كده انت بفعت الفلوس اللي عليك ومستحقات المتأخرة عليك في كل الاماكن وممكن طبعا كابتة حسين لبيب بتكلم قال احنا عندنا بس مكان واحد او المشكلة المادية والمستحقات المادية بتاعت الدرائب لسه هنحلها لكن الاغلب بالنسبة اللعبين ومدربين كان لهم فلوس سبقة احنا دفعناهم بالتالي فكينا القيد ده برضو ازمة كانت موجودة ومديونيات كانت موجودة على نادي الزمالك وبالتالي احنا بقى ابتدنا نفكر في اللعبين قطوة اللعبين ان تيجي لعيبة بقدر نادي الزمالك تقدر تحسن الوضع اللي كان موجود فيه الفترة اللي فاتت الاسماء اللي موجودة وامكانياتهم اكيد هنشوف كل واحد ليه اسمه الحقيقة وامكانياته كانت موجودة وظهرة في كل واحد كان بيلعب في نادي من الاندية اللي كان فيها ولكن مع نادي الزمالك الوضع بيختلف مع الاندية الكبيرة مهما كان اسمك ومستوىك بتيجي الامور بقى بالنسبة لك لازم يبقى فيها جزء كبير طبعا من التوفيق وجزء كبير من الاجتهاد بالنسبة ليه كل لعب ده اللي هيحصل هيبى عبدالله سعيد اللي كان في الاهلي هل عبدالله سعيد اللي هيكون او كان في بيرامدز هل هيضيف شيء جديد طبعا نجم كبير ولعيب كبير حقيقة والمنتظر ان هو يضيف كبير ايضا نصر ماهر برضو نفس الوضع كل اللاعبين الحقيقة اللي ذكرت اسميهم بما فيهم احمد حمدي مثلا لعب النادي الاهلي السابق والمحترف خارجيا الحقيقة انتقال حر بالنسبة لأحمد حمدي كان بيلعب فيه الدوري الكندي وباقي اللاعبين الحقيقة برضو نفس الوضع هنا كل واحد هيعبر عن نفسه داخل نادي الزمالك وبالتالي الزمات كانت موجودة لدى نادي الزمالك قدر نوح لها بوجود لعبين جدد وايضا فكرة كمان انك تبص المستقبل في الفترة القادمة حقيقة كابتن حسين تكلم على نقطة الادارة في نادي الزمالك في توقيت الحالي وهو شيء مهم جدا يعني الادارة بالشكل المؤسسي تكلم عليها كابتن حسين وانا بقول لكم الامور هادية داخل نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك سعيدة حتى سعيدة بشكل المؤتمر النهاردة بتاع تقديم اللعبة لك فيه اختلاف فيه اختلاف ليه شكل التقديمة هناك بعد طبعا الامور لسه هتتحسن كلما الامور بيبقى فيها استقرار وفيها امور مادية موجودة هتبقى الامور شكلها احسن وده اللي احنا شفناه من خلال المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك النهاردة بيقدم صفقاته حقيقة كل التوفيق لكل الفرق المصريح هي اللي عملت مجهود بقى فيه وجود لعبين وانتقالات لعبين لان في الاخر الكل بيحس عن تواجده بقوة فيه الدور الممتاز او في البطولات اللي بيشارك فيها وبالاخص طبعا الظروف اللي كان بيها مر نازل زمالك كانت حقيقة صعبة جدا وجمهة نازل زمالك كانت الانة خصوصا احنا بنتكلم كده المجلس كان واعد بامور وما كانش حتى يعني وقت قريب اتنفذ منها حاجة ولكن سريعا مرة في مرة في مرة لقينا كل حاجة بتتنفذ ورا بعد وده يعتبر طبعا يعني هدوء في التعامل مع الازمات في ادارة نازل زمالك وده شيء برضو يحسب ليهم بشكل كبير طبعا احنا قلنا الراحلين عن نازل زمالك طبعا هناك اسماء موجودة الحياة في نازل زمالك قوية ولكن رحلت بناء على امور فنية الحياة عمر السيسي مثلا علي ياسر عبدالله محمد حاتم سكر محمد طارق محمد حسان بيسو محمد عبدالغاني عبدالله جمعة عبدالله جمعة راح طبعا بلدية المحلة احمد زكي يعني دول الاسماء اللي حتى الان يعني خرجوا من نازل زمالك ورحلوا عن نادي الزمالك طيب